الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَمَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبُ فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نداء من الله جلت قدرته ينادي به المؤمنين أن الله يبتلي بعض خلقه بشيء تناله يكون قريبا من اليد وفي المتناول الجميع قد تأتيه ولا يراك أحد من الناس تختفي عن أعين الخلق ولا يراك أحد من الخلق فهو في متناول يدك الله جلت قدرته يبتلي بهذا ليعلم الله من يخافه بالغيب من أجل أن يمتحنك ربك جلت قدرته وأن يرى مدى خوفك من الله جلت قدرته في السر كما هو في العالم لذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى خشيته في السر والعلم يسأله ربه يسأل ربه أن يكون له خاشعا خائفا في سره كما هو في علنه صلى الله عليه وسلم فمسألة مراقبة الله جلت قدرته في السر كما أنك تراقبه في العلن أمر خطير ينبغي على كل مسلم أن يراعي هذا الأمر ولا يجعل ربه تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه إذا خلوت بذنب أين الله أين الله عندما نخلو بالذنوب ولا يرانا ولا يطل علينا أحد إلا الله أين الله إذا ما تواريت عن أعين الخلق ولا يراك أحد من الخلق والله يطلع عليك ولا حاجب يحجب الله تبارك وتعالى عنك فيراك وأنت في ظلمات الليل البهيم أين الله عندما تضع يديك على أزرار الهاتف من أجل أن تبحث عن مواقع إباحية لا ترضي رب البرية أين الله أين الله وأنت تسمع بأذنيك الخنى والذي لا يرضي ربك تبارك وتعالى أين الله أين الله وأنت تضيع شبابك ونحن نضيع أعمارنا ويضيع الشباب ولا يراقب رب الأرباب أين الله فأين الله في سرك كما هو في علنك الله جلت قدرته يطلع عليك وناظر إليك ولا تخفى عليه وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يغفى عليه يغيب فالله جلت قدرته مطلع عليك ناظر إليك الجنيد أراد يوما أن يعلم تلاميذة فأتى بأربعة دجاجات جاء الجنيد بأربعة دجاجات وجاء بالمدية أي بالسكين واستدعت أربعة من تلاميذ وأعطى كل تلميذ دجاجة وأعطاه المدية أي السكين وقال لهم من منكم يذبح دجاجته أولا ويأتي إلي مسرعا في مكان لا يراه فيه أحد له مني جائزة ويجعل مسابقة بين تلاميذه الأربعة وهي في الحقيقة ليست مسابقة وإنما يربيهم على مراقبتهم لله جلت قدرته فأعطى كل واحد من هؤلاء التلاميذ دجاجة وأعطى كل واحد المدية أي السكين وقال لهم من منكم يذهب فيختبئ في مكان لا يراه فيه أحد ثم يذبح دجاجته ويأتني بها مذبوحة فله مني جائزة وتصارع التلاميذ الأربعة ففي أقل من دقائق معدودات جاء ثلاثة كل منهم قد فصل رقب الدجاجة عن جسدها فذبح الدجاجة أمر هيّن ميصور وجاء كل واحد من الثلاثة يقول أنا الذي ذبحتها أولاً أنا الذي ذبحتها أولاً وتأخر الرابع فقال انتظروا حتى يأتي الرابع ننظر ماذا صنع فانتظروا وإذا بالتلميذ الرابع يأتي بالدجاجة كما هي ولم يذبحها فقال له لما لم تذبح الدجاجة فأمر ذبح الدجاجة فصل رقبتها عن جسدها أمر سهل ميصور لما لم تذبحها قال يا إمام أنت قلت لنا إذبح في مكان لا يراك فيه أحد من الخلق ووالله لقد بحست وفتشت عن مكان لا يراني فيه الله فلم أجد مكان لا يراني فيه الله تبارك وتعالى فقال له أنت أنت وقربه منه لأنه لا يريد إلا أن يعلمهم درس المراقبة يعلمهم كيف يراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وكان يعلم الناس في البيت الله الحرام عبد الله بن المبارك كان يعلم الناس في بيت الله الحرام وكان بمكة مرأة جميلة جدا مضرب المثل في الحسن وفي الجمال وفي ذات ليلة قالت لزوجها وقد تطلعت إلى المرآة هل هناك من يمكن أن ينظر إلي ولا يفتن بيه؟ يعني هل هناك أحد من الخلق من الإمكان أن يرى جمال المرأة ولا يفتن به؟ فقال لها نعم أعلم رجل عابد زاهد في بيت الله الحرام لا ينظر إليك ولا يلتفت إليك فقالت المرأة لزوجها أتأذن لي أن أذهب إليه فأفتنه؟ فقال الرجل الديوس افعلي ما بدى لك فتجملت المرأة وتصنعت وتزينت وغطت عن وجهها جعلت نقابها على وجهها وذهبت إلى حلقة عبد الله بن المبارك في بيت الله الحرام وواقفت وقالت أريد سؤالا فقال سلي ما بدى لك قالت هي حاجة أي أمر خاص لا يجوز أن أقوله أمام العامة إذن المرأة تريد أن تنتحي بعبد الله بن المبارك من أجل أن تسأله عن أمر خاص لا يجوز ولا تستطيع أن تقوله أمام هؤلاء الخلق أجمعين فلا بد من عبد الله بن المبارك أن يقوم وأن ينتحي ناحية حتى لا يسمعها أحد من الخلق عما تقوله فانتحد بعبد الله بن المبارك ناحية فلما اطمأنت أنه لا أحد يراها كشفت عن وجهها فإذا هي فلقة قمر فقال لها عبد الله بن المبارك يا أمط الله اتق الله واستتري اتق الله واستري وجهك فقالت له يا عبد الله إني مرأة قد فتنت بك ولي حاجة إما أن تقضيها لي وإلا فضحتك في بيت الله الحرام المرأة تريد الفاحشة من عبد الله بن المبارك وتهدده والمرأة في مثل هذا الموطن هي الأقوى إما أن تصنع ما أريده أو تعدني بأمر الفاحشة التي أريدها أنا منك وإلا فضحتك في بيت الله الحرام يعني تفتري عليه وتقول إن الشيخ في بيت الله يريد أن يتحرش به ويريد أن يصنع به كذا وكذا فتفضح عبد الله بن المبارك في بيت الله الحرام فقال لها عبد الله أما إني سألك بالله أسئلة إن صدقتيني فعلت لك ما تريدي المرأة تريد أن تتنى إذن وظنت أنه لما يسألها عما يسألها إذن هو يستجيب لها فقالت سل ما بدى لك وسأصدقه على شر أن تقضي لي حاجك قال نعم قال ناشتك الله لو أن ملك الموت أتاك الآن ليقبض روحتي أكنت تتمنين أني قف قضيت لك حاجتك سكتت المرأة قالت اللهم لا وقد صدقت قال صدقت الثاني قال ناشتك الله لو أن ملك الموت أتا إليك فقبض روحك فكنت في القبر فأتاك منكر ونكير فسألاك من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك وأنت لم تجيب بعث أكنت تتمنين أني قد قضيت لك حاجتك قالت اللهم لا وقد صدقت قال صدقت قال ناشتك الله لو أن الصحف تطايرت يوم القيامة والناس آخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله من وراء ظهره وأنت لم تأخذي كتابك بعد أكنت تتمنين أني قد قضيت لك حاجتك قالت اللهم لا وقد صدقت قال صدقت قال ناشتك الله لو أنك تمرين على الجسر المضروب على ظهر جهنم الذي هو أضق من الشعرة وأحد من السيف وأنت كنت تتمنين في هذا الموقف أني قد قضيت لك حاجتك قالت اللهم لا وقد صدقت قال ناشتك الله قالت حسب كفى وبكت المرأة ثم اتطرقته وعادت إلى بيتها فقال لها زوجها والله لقد أتيت بوجه غير الوجه الذي ذهبتي به يعني كأنه يريد أنت لم تفلحي ولم تنجحي فيما أرتيه من فتنة عبد الله بن المبارك وأتت خيبة الرجاء والله لقد أتيت بوجه غير الوجه الذي خرج به فقالت له أي لزوجها أنت بطال ونحن بطالون ثم نذعت عنها سيابها وأخذت مسوحا سوداء ودخلت في عبادتها لربها فكان زوجها بعد يقول يا لله لعبد الله بن المبارك كانت امرأتي تظهر في كل ليلة لك أمنها عروس زفت في ليلة عرسها فسيرها عبد الله بن المبارك راهبة وما سيرها عبد الله إلا بمقتضى الإيمان السابت المستقر في قلبه وأما إن امتدت الأيدي وأما إن سال اللعاب وأما إن تحرقت الجوارح وأما إن تمنت النفس واشتهت فهيهات هيهات أن يصح إيمان للعبد بعد مراقبة لربه تبارك وتعالى في سره كما يراقب ربه تبارك وتعالى في علاميته نحن الآن في القرن الواحد والعشرين من وسائل التقنيات الحديثة التي أصبحت اليوم منتشرة وعلى طرف البنان إذا أراد المرء أن يبحث عن موقع إباحي فما هي إلا لمسة أصبع لأقول بحث عن أذرة وإنما هي لمسة أصبع على شاشة هاتفه على شاشة لابه فيأتي إليه وقد جعل العالم كله حلقة واحدة فيأتي بما أراد فينظر ربما من عاريين في وضع لا يجوز إلا بين زوجين هذا بلمسة يد في خلوة وفي ظلمة لي لا يراك فيها إلا الله ولا يطنع عليك فيها إلا الله ولا حسيب عليك ولا رقيب عليك إلا الله إذا كنت في ظلمة في خلوة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فذكرها بنظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني لا تظن إذا خلوت بلي في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فبلمسة يد أتيت لما لا يرضي الله ونظرت إلى ما حرم الله وشاهد ما يغضب الله وما يسخط الله وما به تخرج من ظمرة الإيمام أنت نحن الإسلام دائرة متسعة كل المسلمين دائرة وداخل هذه الدائرة الإيمان تقل الدائرة دائرة الإيمان وداخل هذه الدائرة أي دائرة الإيمان دائرة الإحسان إذن دائرة الإسلام إذا ارتقيت وعلوت في دين ربك دخلت في دائرة الإيمان التي هي أقل وأضيق من دائرة الإسلام فإذا ما ارتفعت وعلى كعبك في دين ربك دخلت في الدائرة الأقل الأضيق منها وهي دائرة الإحسان دائرة المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه كما هو في حديث جبريل للنبي الأميم صلى الله عليه وسلم لما آتاه يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان قال له أي جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان فقال النبي الهما صلى الله عليه وسلم عن هذه الدركة الدرجة الديقة التي إذا ما على قعبك كنت فيها أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فذكرها بنظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إن كنت أنت لا ترى ربك فإن ربك يراك تعبد الله على أن الله يراك إذا كنت أنت لا ترى ربك فالله تبارك وتعالى يراك إن كنت لا تراه فهو يراك هذه مرتبة الإحسان وهي أعلى المراتب في دين الله تبارك وتعالى أن تراقب ربك تبارك وتعالى في سرك وفي عالميتك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أمير المؤمنين كان من شأنه أنه يسير بليل يتفقد أحوال الرعية عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في كل ليلة في الليل يخرج إلى الشوارع يتفقد أحوال الناس لأنه مسؤول عنهم أمام الله فخرج ذات ليلة وهو يتفقد أحوال الناس وإذا به يسمع امرأة معنا اتصال هاتفي للأستاذة دونيا أيو فضلي فضلي أستاذة دونيا السلام عليكم وعليكم السلام وعحمة الله وبركاته أيوة أستاذ دونيا الله يبرك بحضرتك سواء الخير الله بنور الشاش نعم أيوة أستاذ دونيا أم السيخ أيوة أثنى بفضلي هل مسلسلات التركية هالحرام هل إيه هل مسلسلات التركية هالحرام المسلسلات التركية نعم حاضر يا دونيا حاضر أجاوب عليكي في الحالة كلها تليني بجاوبك على المسلسلات التركية يا دونيا حاضر كل نظرة كل نظرة لما لم يحل الله أن ينظر إليه فيحرام لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إلا نظرة الفجأة وما كانت إليه الحاجة إذن أنا أحاسب على النظرة فالمرأة إن كانت تنظر إلى الرجل وتدقق النظر فهذا حرام الرجل إذا كان ينظر إلى المرأة ويدقق النظر فهذا حرام كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجا وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم فكل نظرة لا ترضي الله فهي حرام سواء كانت هذه النظرة من رجل أو من إمرأة ويجب على المرء في كل هذه الأحوال أن يراقب ربه تبارك وتعالى نعود إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يتفقد أحوال الرعية بليل فإذا به يسمع صوت إمرأة من داخل بيتها المرأة تنشد كان الشعر هو وسيلة الإعلام في قديم الزمان فكانت المرأة تتغنى تنشد شعرا بليل هي لا يراها أحد في بيتها وما معها من أنيس ولا جليس إلا ربها فكانت المرأة تحكي وتشتكي إلى ربها عن حالها ولا يراها أحد وهي تظن أنه لا أحد يسمعها ولكن خرج الصوت خارج البيت لأنها في مكان لا تظن أنه ليس فيه إنسان وإذا كان خارج البيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فلما سمع الصوت انتظر لعل المرأة لعل هناك من يشتكي حاجة وهو أمير المؤمنين فيجيب له أو فيعطي له حاجة وإذا بالمرأة تقول لأنها كانت المرأة غاب عنها زوجها وحنت إليه فكانت تقول تطاول هذا الليل وسود جانبه المرأة تحكي هي وحدها في ليلتها في ليلها لا زوج ولا ولد والليل في الشتاء طويل فتحكي عن حالها فتقول تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليلا ألعبه خليل يعني زوج أدعبه ويدعب تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليلا ألعبه فوالله لو لا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن تقوى الله عن ذات صدني وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه انظر إلى المرأة تقول فوالله لو لا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه هي في مكان في الصحراء ولا أنيس ولا جليس ولولا خوفي من ربي كأن المرأة تقول لولا خوفي من ربي وأنا في سواد هذا الليل ولا يراني فيه أحد ولا يطلع علي فيه أحد وزوجي قد غاب وأنا أحن وأشتاق إلى زوجي في غيبته لولا خوفي من الله لحرك من هذا السرير جوانبه يعني لا استجبت لمن أراد معي الفاحشة ولصنعت الفاحشة ولكن تقوى الله خوفي من الله مراقبتي لله في السر كما أمني أراقبه في العلم ولكن تقوى الله عن ذات صدني فوالله لو لا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن تقوى الله عن ذات صدني وحفظاً لبعلي أن تنال مراكبه مراقبة لله في السر وفي العلم حسناً لنأخذ اتصال هاتفي أقول له حاجة نعم مش بقدر أقول له ما تسمعش أفلم مش بقدر أقول له ما تسمعش مثل ثلاث مش بقدر أقول له ما تسمعش مثل رأس آه نعمل معي بصي طيب أنا هجوا بحضرتك بفضلي الأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر يكون باللسان الرجل يأمر امرأة والمرأة تدعو زوجها الرجل يأمر امرأة ألا تصنع الحرام والمرأة تدعو تدعو زوجها إلى عدم النظر إلى الحرام إن كانت الأفلام هابطة إن كانت الأفلام هابطة فهو ينظر ربما من عاريين على شاشات بعناق وأشواق وقبل فهذا حرام إن كان ما يسمعه فيه غضب لربه فأنت تدعي تأمري بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدعي إلا أن يغض الطرف عن الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يستمع بأذنيه إلى الحرام مصيبة في عصر الحديث مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يعني الرجل الشاب المرأة الفتاة بلمسة يد ترسل مقطعا إباحي بلمسة يد بلمسة يد وهو في ظلمة في لي يشير ربما كلمة تجوب الأفاق ولا يلقي لها بالا وتكون هذه الكلمة يكون هذا المنشور يكون هذا المقطع الذي يغضب ربه سبب في سخة ربه تبارك وتعالى عليه ويكتب الله عليه به سخطه إلى يوم أن يلقاه نخذ التصالاتي في أم أحمد أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا مشاهد لو سمحته كنت عاوزة نقول لك الحاجة تفضلي أنا جوزي أول ما اتجوزته وقعدت معا سنة واحدة بس وبعد كيه يعني حصل له مشاكل وتاعي جعت فترة طويلة يعني جعت زي سنتين تعبان و بيروح لمستشفيات وروح هنا وروح هنا وأني كنت شايلة وصيون نيامه وكان عندي تسعة تشر سنة ماختشنا في أي حاجة وكان عندي عيلاء كان عندهم ثلاث شجوء وهو ما خدش باله مني ولا حفظ علي أخواته بهدلوني ومش معاي وأخواته يوم علي جامد وعايزين يجي على حجه وعلى شرفي وعلى عرضي هو مش موجود معاي سنت سينا الحد ما طلع وعرفته اللي بيحصل لحد اللي حصل دي حصل هو موجود معايا برضو معرفش يعني حاجة جي بعد الفترة لما وقفت له طلعت من البيت خالص يعني إخواته جمع على عرضك وعلى شرفك بالكلام أم بالتحرش ايه؟ بتقولي إخواته جمع على عرضك وعلى شرفك بالكلام بالكلام وحاولهم كذا مرة أن هو يلمسني كل كيف حاولهم يلمسي وحاول يجي علي كذا مرة وأني تعبت وحاولت أن دفع نفسي عاما وقل لي ماشي معلش أنا غلطان وحاجة كانت زي أختي ورجح تاني وحاولت تاني معاي وأني قلت لجوزي وعرفته راجح تاني يجلي خلاص ما تخفيش محدش هيكلم يقول راح جال له قال له أخوه كده أخوه قال له لا أخوه حتى الكلام الشرع مش هنكلمه لأمراد لا رح بعد كده هو دي وقت لما احنا في كنا برا هو بس المراد أخوه تهجم عليها في الشجة فهو مغلقش يعني بس كان عايز يجعلها راخر هو عارف إن أنا منحب أمراد أخو ديت ومصحبها مين اللي جعل أمراد أخوه؟ هو جوزي جوزي جعل أمراد أخوه؟ جوزي قال اه اه يعني أخوه حاول إن هو يعتدي عليك وهو حاول يعتدي على مراد أخوه؟ بس هو بس هو مش بيردها هو مش بيردها هو طمح في مراد أخوه جوزك طمح في مراد أخوه؟ وأني تعيبت أنا مش عارفة نعمل إيه؟ أنا معدتش جادرا نعيش معاه وعندي منه ثلاث عيال وأني مش عارفة نعمل إيه خالص بس أنا مش مستحملة عشان أنا جايل له أنا آخر حايتفكر فإنك تبصر أي واحدة عشان حراق أنا الظلمتم مليش عايزة أي واحدة في الدنيا تحس من الظلم إزاي؟ طيب يا أختي إنت عايشين في بيت عيلة ما زلتم عايشين في بيت عيلة؟ لا أنا جاعد الواحدة للوقت سكن الواحدة برّة بجالي ثلاثين هي في الوقت الحالي انت عادة لوحدك؟ في الوقت الحالي انت سكن الواحدة؟ اه طيب خلاص أجاوب حضرتك الأخت السائلة بالنسبة للزوج ان هو بيبص إلى الحرام أخواته انت خرجت من البيت فخلاص فالمشكلة بتنتهي عند هذا الحد ولكن بالنسبة للزوج حضرتك اللي هو مسألة الخيانة ان هو بينظر إلى أمراض أخيه أو خلافه انت معاك ثلاث أولاد والثلاث أولاد محتاجين للأم زي ما هم محتاجين للأب الزوج انت بالنسبة له هو عصفور وانت العش في نهاية المطاف وفي نهاية كل يوم لابد انه هيعود إلى العش إلى عشه لن يجد سكن إلا معك ويعود إلى أبنائه في آخر كل لي ان طاف في النهار ما طاف إن صنع ما صنع فلابد في آخر يومه أن يعود إلى بيته فانت تصبري عليه وتدعيه تدعيه إلى راقبة ربه في السر وفي العالم تدعيه إن امرأة أخوه أو غيرها هي أخته تقولي له إن الزنادي إن أقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزنى في امرأة بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم إن كنت تنظر إن كنت تنظر إلى زوجة أخيك فسينظر إلي وإن لم ننظر إلي فسينظر إلى أبنائك من صلبك مني فهذا داي ولابد من القضاء الزنا داي فإن أقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزنى في امرأة بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم أنت تدعيه إلى مراقبة ربه في السر وفي العالم أن يحافظ على عرضه وعلى شرفه ومحافظتي على عرضه وعلى شرفه بصيانته لأعراض وشرف الناس لا ينظر إلى امرأة لا يتحرش بامرأة وفي النهاية الله تبارك وتعالى إن رأى منك الخير ورأىك صابرة محتسبة وتدعي إلى الله وتتضرع إلى الله أن يهدي الله لك زوجك فسيهديه الله تبارك وتعالى وسيعود حتماً ولابد إلى عشه مرة ثانية وسيجد فيه الأمن والأمن نعود إلى حديثنا عن مراقبة الله تبارك وتعالى في السر وفي العالم الله تبارك وتعالى مطلع علينا ينظر إلينا وأنت عندما تعصي الله المرء عندما يعصي الله في الخلوة عندما تعصي الله في الخلوة ولا يراك ولا يطلع عليك أحد من البشر أنت بين أمرين إما تظم وتعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يراك وأنت تعصيه فهذا كفر بالله المرء وهو يعصي الله في خلوته بين حالتين إما يظم ويعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يراه فهذا كفر بالله وإما يعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأن الله ناظر إليه وأن الله هو الرقيب يراقبه وينظر إليه ومطلع عليه ويستره فما أعظم جرأتك وتجرؤك على الله بين حالتين إن اعتقدت أن الله لا يراك فما أعظم كفرك وإن اعتقدت أن الله يراك ومع ذلك تجرأت على معصية الله فما أعظم جرأتك على الله أنت بين هذين الحالتين إما ما أعظم كفرك وإما ما أعظم جرأتك على الله تبارك وتعالى فلابد من مراقبة الله تبارك وتعالى رجل دخل في يوم من الأيام في بستان فنظر يمينا ويسارا فلا يراه أحد وإذا هو الليل ولا أحد يرى على الإطلاق فقال لو أني عصيت الله هاهنا هاهنا فمن يراني هو لما دخل البستان يمين لا أحد يسار لا أحد من خلفه لا أحد من أمامه لا أحد إذن فهو في مكان في بستان فنظر وقال لو أني عصيت الله هاهنا هاهنا فمن يراني وإذا بصوت يملأ أرجاء المكان يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله الذي خلقه الله الذي يطلع عليه وينظر إليك ويسطرك مرة وسانية وسالسة والمر يتمادى ويتجرى أن الله تبارك وتعالى يسطره ولا يفضحه ومع ذلك يتجرى على معصية ربه تبارك وتعالى ويتمادى في الزم وهذا جرم كبير أن المرء يتخفى من نظر الناس ولا يتخفى من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أنت تبتعد عن أعين الخلق من أجل أن لا يراك أحد من الناس وتخلو بريبة بمعصية في ظلمة الليل وقد تواريت اختفيت عن أعين الناس تستخفي من الناس ولا تستخفي من الله الناس ليسوا معك وأنت تختفي عنهم والله معك ولا تستطيع ولا تستطيع أن تستخفي من نظر الله تبارك وتعالى إليك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة فالله تبارك وتعالى لا يتركك بحال من الأحوال وأنت تستخفي من نظر الناس وتستحي من نظر الناس ولا تستحي من نظر الله تبارك وتعالى إليك الناس لا ينفعوا ولا يضروا ورضاهم وغضبهم لا ينفعك ولا يضر ولكن رضا ربك وصخط ربك تبارك وتعالى هو الذي ينفعك والذي يضر أنت تستطيع أن تختفي بظلمة عن أعين الناس ولكن لا تستطيع بحال من الأحوال أن تستخفي أن تتوارى عن أعين الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال لا عن بصره ولا عن سمعه إن أم عائشة رضوان الله عليها لما أتت إليها المرأة التي المجادلة من أجل أن تعرض أمرها على النبي صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت تعلم ظهر منها زوجها قيص فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة كانت ذراعين طولا وعرضا ذراعين طولا وعرضا فليست فسيحة ولا متسعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس زهدا في دنياه وتواضعا لسيده ومولاه فعائشة تجلس في زاوية الحجرة تجلس في نفس في ذات الحجرة والمرأة دخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجادل رسول الله فتقول يا رسول الله زوجي ظهر مني قال لها أنت عليك ظهر أمي ولي منه عيال إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا هو رجل كبير السن وكنت معه حتى إذا منحنى ظهري وتقوصت عظامي ظهر مني وأولاده مني إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بوحي من الله فيقول لها ما أراك إلا قد حرمت عليه يا رسول الله يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه تعيد الأمر عليها يا رسول الله يقول النبي ما أراك إلا قد حرمت عليه عائشة رضوان الله عليها تجلس في نفس الحجرة لا تسمع كلام المرأة المجادلة في نفس الحجرة المرأة تسر للنبي وعائشة في نفس الحجرة لا تسمع كلامها إلا همهما يعني لا تستطيع أن تميذ ماذا تقول المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى قولا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها سبحانه سبحانه من وسع سمعه الأصوات كلها والله إن المرأة لتجلس معي في نفس الحجرة في زاوية الحجر وما أسمعها والله تبارك وتعالى ينزل قولا قد سمعا الله قولا قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما انظر عائشة رضوان الله عليها في نفس الحجرة لا تسمع شيء وينزل الله تبارك وتعالى قولا والله يسمع تحاوركما فتقول أمنا عائشة سبحانه من وسع سمعه الأصوات كلها إن الله سميع تحاورا تحاوركما تحاوركما يسمعوا ما يدور في خللك مما لم تنطق به شفتات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء إن كان مثقال ظرة مثقال ظرة أتى بها الله وإن كان مثقال حبة من خردل أتى بها الله وكفى بربك تبارك وتعالى حسيبا يحاسبك على كل شيء وإن اختفيت عن أعين الخلق فنظر وفتشت على ما يغضب ربك فبحثت عن الخنى بمثل هذا العصر الذي سبب الوسائل الحديثة فسد الشباب وبسبب الوسائل الحديثة خان الرجال وبسبب الوسائل الحديثة خانت النساء وبسبب هذه الوسائل الحديثة ضع الشباب لما؟ لأمن الزوجة لا تراقب الله تبارك وتعالى في غيبة زوجها وتخون عبر الوسائل الاجتماعية لأن الزوج يخرج من بيته ولا يراقب ربه فيغضب ربه عبر الوسائل الاجتماعية لأن الشباب يخلون في ظلمة بريبة ونفسهم وأنفسهم داعية إلى العصيان فيعصون الله تبارك وتعالى في ظلمة بالليل والنفس تدعوهم إلى العصيان وإلى فاصل قصير ونعود إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين أما بعد حديث توبان رضوان الله عليه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بأقوام بأعمال كأمثال جبال تهامة وهذا الحديث خطير جدا انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وصف لنا حال أقوام يأتون بأعمال من الحسنات كأمثال جبال تهامة جبال كبيرة مرتفعة عالية جدا ضخمة جدا أعمالهم من الخيرات أعمالهم من الحسنات أمثال جبال تهامة أي في الحجم في العظم في عظمها في شموخها في اتساعها أفعال خيرات كثيرة جدا كأمثال جبال تهامة فينظر الله إليها فيجعلها هباء منفورا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا فقالوا يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا ندري هؤلاء الأقوام أتوا بأعمال لا نستطيعها ولا نقوى عليها كأنفال جبال تهامة كلها حسنات يقول النبي أما إنهم لمن جلداتكم إذن هم مسلمون يصلون كما تصلون يأخذون من الليل كما تأخذون ويتكلمون كما تتكلمون إذن هم في وصفهم وفي حالهم هؤلاء أناس يشهدون أنه لا إله إلا الله وأمن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من الليل أن يقومون بالليل بين يدي الله تبارك وتعالى ويصومون ويتصدقون ويفعلون من الخيرات ما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أن هؤلاء لهم أعمال كأمثال جبال تهامة وكان وصفهم يأخذون من الليل يصومون يتصدقون يفعلون ولكن هنا الإشكالية يقول النبي ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذه هي الإشكالية أن المرء إذا خلوا بمحارم الله تبارك وتعالى لا يراقب ربه ولا يجعل ربه تبارك وتعالى رقيباً عليه بل يجعل ربه تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا رزقنا خشية في السر وفي العلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر